كنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وهذه الآية نزلت في غزوة أحد التي قتل فيها من المسلمين سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه الآية جاءت تذيلا عجيبا لما قاله المنافقون لما قالوا الآية التي قبلها لما اعترضوا على خروج المسلمين وأنهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الذين قالوا لإخوانين وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فأراد الله عز وجل أن يبين أن الموت مكتوب على بني آدم جميعا وأنكم سيدرككم الموت سواء أكنتم في أرض المعركة أو على فراشكم وتعددت الأسباب والموت واحد فإذا كان الموت سيدرك كل أحد فأن تموت في ساحة المعركة في سبيل الله تبارك وتعالى أفضل من أن تموت على فراشك إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر عظيم حقير كطعم الموت في أمر عظيم يعني الموت واحد فأراد الله عز وجل أن يبين أن الجميع سيموت لكن هؤلاء الذين قلتم لو أنهم قاطعون وقعدوا ما قتلوا هؤلاء قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا كما تزعمون بل أحياء ولذلك قدم عند ربهم على يرزقون يعني لم يقل بل أحياء يرزقون عند ربهم لماذا؟ لأن العندية عند الله تبارك وتعالى شرف ما بعده شرف ورزق ما بعده رزق زي امرأت في العونة مما قالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنة ليش بني لي بيتا عندك هي كأنها لا تريد البيت إنما تريد العندية الله أعلم أن تكون عند الله هكذا أراد الله أن يخبر أن الذين قتلوا في سبيل الله بل ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم فكأن العندية هذه مقصودة قبل الرزق لأنها أعظم من الرزق ولها معنى آخر يلمح من السياق وهو أن الرزق بعد أن تكون عند الله أعظم بكثير من أي رزق يتصوره عقل بشري لماذا؟ لأنه من عند الله تبارك وتعالى فقال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وأمواتا هنا مفعول ثاني لحسبة والمفعول الأول الذين والوقف على قوله أمواتا وقف كافي ثم نبدأ بل أحياء وبل هنا إضراب إبطالي لأنهم حسبوا أنهم أموات أموات فأراد الله أن ينفي هذا الحسبان ويقول بل أحياء فجاء ببل بل هم أحياء بل هم أحياء إضراب إبطالي في صورة البقرة يقول الله عز وجل وَلَا تَقُولُ لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْياءٌ وَلَكَنْ لَا تَشَعُرُونَ هُنَا أَمْوَاتا وهناك أموات وهناك أموات هناك وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ يعني لا تقولهم أموات أموات خبر المبتدم عزوز تقديرهم أما هنا ولا تحسبن الذين قتلوا أمواتا مفعول ثاني لحاسب بل أحياء عند ربهم يرزقون وطبعا الوقف على يرزقون وقف حسن على اعتبار أن فرحين حال فرحين حال مما قبلها أو منهم بل أحياء عند ربهم يرزقون والحال أنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله يعني ممكن للقرق يوصل بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين نعم صحيح أساسي أنه اجتمع الرزق والفرح صحيح نعم اجتمع الرزق المصاحب للفرح وطبعا الرزق المصاحب للفرح يختلف عن الرزق المصاحب للمنغصات يعني قد يرزق الإنسان برزق لكن مع منغصات الحياة التي يعيشها لكن هنا يرزقون عند ربهم عند ربهم أولا فالعندية هنا شرف مقدم ثم طالما أنهم عند الله فلابد أن يرزقون رزقا عظيما وافرا وهذا الرزق يصاحب الفرح فرحين بما أتهم الله من فضله ويعني هذا يعني من بلاغة النظم القرآني في التعقيب على ما قاله المنافقون بارك الله فيك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أبواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون